انطلاقة متجددة للدبلوماسية الإنسانية الكويتية بعد حصولها على عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للهجرة المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية وفق بالإجماع على اعتماد دولة الكويت رسميا عضوا مراقبا في المجلس تقديرا لدورها في مجال العمل الإنساني بشكل عام ودعمها لجهود المنظمة بصفة خاصة لتتوالى الإشادات حيث أكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السفير وليام سوينغ أكد أن الدبلوماسية الإنسانية التي تتبعها الكويت بتوجهات أميرية سامية تعكس اهتماما حقيقيا بالعمل الإنساني بما في ذلك أيضا تلك البرامج التي تقدمها المنظمة بينما أشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مور بحكمة سموية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في التعامل مع الأزمات الإنسانية وتداعيتها لا سيما تلك المتعلقة بالأزمة السورية وموضحا أن دولة الكويت تقع في مرتبة فريدة بحكم دولماسيتها المتميزة وسعيها الدؤوب لتقديم يد العون في أوقات الأزمات وهو ما يمكن من العمل معها للوصول إلى توافق دولي حول التعامل مع تبعات الكوارث الإنسانية وفيما يتعلق بالمساعدات أشاد مدير عام وزارة التربية اللبنانية فادي يرق بدور دولة الكويت في دعم مسيرة التنمية الإنسانية والنهوض بالمجتمعات في العديد من البلدان من خلال مساهمتها في المشاريع الثقافية والتربوية والإنمائية فيها واعتبر أن الكويت وعبر دعمها للعديد من المشاريع التنموية في الدول المختلفة تصهم في تنمية البشر كأحدى أهم الركائز للنهوض بالبلدان وتطوير مجتمعاتها التزام جديد يضاف إلى الكويت بعد انضمامها للمنظمة الدولية للهجرة ستعمل من خلاله على تعبئة جميع مواردها في خدمة الإنسانية بما يتوافق مع سمعتها كمركز للعمل الإنساني وسمو الأمير بوصفه قائدا للعمل الإنساني